خليني أتنال معاكي من المناطق العشوائية طبعاً والقرى والأماكن اللي يمكن الحقيقة دلوقتي بقى فيه نشاط كبير جداً جداً لوعي الثقافة فيها والتعليم فيها والنشر الهوية المصرية والتأكيد عليها خلينا نروح للمناطق الحدودية والأكثر خطورة وخليني أقول أنه إحنا النهاردة عندنا حرب توعوية إحنا النهاردة عندنا حرب تنويرية النهاردة عندنا حرب ثقافية تأكيداً على مصرياتنا وتأكيداً على هويتنا وتأكيداً على حقوقنا كمصريين ودي كمان أعتقد أنه كانت من أهم أدواركم فعلاً يعني برنامج أهل مصر أو مبادرة أهل مصر ومشروع أهل مصر واحد من أهم البرامج اللي بتدعمها وزارة الثقافة من خلال المناطق الحدودية مخصصة للمناطق الحدودية كمان يعني إحنا من شهر تقريباً كان عندنا للمرة الأولى معرض للكتاب في الشهلاتين ولو تشوف في الاستقبال الرائع اللي كان من أهالي الشهلاتين لأول معرض للكتاب يتم تنظيمه في هذه النقطة الغالية أكيد مش بس الشاركين عندنا العريش اللي حرمت لسنين طويلة وكان فيها مواجهات إرهابية كتير شفنا السنة اللي فاتت افتتاح مكتبتين وإعادت تأهلهم مكتبة السلام ومكتبة العريش العامة كمان فيه السرق القومي بعد ما تحرمت منه العريش لسنين طويلة رجع تاني يؤدي خدمته هيئة قصور الثقافة وابتدحت قصر الثقافة العريش رحنا رفح رحنا الشيخ زويد رحنا أماكن كتير بفعاليات متنوعة لأبناء العريش وحتستمر خلال أيام القادمة ويجازم تستمر وده اللي أنا عايزة أقول لحضراتك أستاذ ردوى يعني إحنا دوقتي في أجهزات صيفية وعندنا وقت كبير جدا جدا وأوقات فراغ كبيرة جدا أتمنى أن أولادنا اللي هناك وأطفالنا اللي هناك وأصارنا اللي هناك وأهلينا اللي هناك يكونوا عندهم قدر كافي من الحظ أن هما يستمتعوا ببطولتنا يعرفوا عن قيادتنا يعرفوا عن حكاياتنا ويعرفوا أكتر عن تاريخنا يسمعوا عن كل الصعوبات وكل التحديات اللي إحنا عدناها طبعا كل واحد على حسب بقى الفئة العمرية يعني الأطفال أكيد بتقدموا لهم بطريقة معينة الشباب أكيد بتخطبوهم بلغة معينة العائلات والأسر أكيد بيكون لكم برضو تواصل معاهم بطرق معينة بيكون فيه ثلاث فئات مختلفة شباب وطفل ومرأة كل واحد فيه المرأة طبعا ليه برنامج متكامل بيتم الإعداد وتقديمه من خلال المشروع من خلال نخبة من المدربين ومتقصصين بيقدموا ويرش عمل بيقدموا حرف تراثية والتدريب عليها بيقدموا رسم وتأليف وكمان بيكون فيه تعريف بالمسابقات اللي بيتنظمها الوزارة عشان الأطفال دول يشاركوا فيها ويبقوا جزء منها عشان نقدر أن نسمعوا حكاياتنا ويسمعوا حكايات أبطالنا ونأكد معاهم على هويتنا المصرية ونأكد معاهم على وطنيتهم ويمكن عشان كده ده كان مردوده أن احنا شفنا أن أكثر المتقدمين للمساوئة المبدع الصغير هم من المحافظات لعشان كده شفنا أكبر عدد من أسيوت يعني عشر تلاف طفل تم تقدمهم أكثر من الأكثر منهم هم جايين من المحافظات الصعيد أو المحافظات الحدودية السنة دي للمرة الأولى يكون عندنا الفايزة بالمركز الأول من شمال سينة وقد إيه البنت رائعة لما نلاقي طفلة عشر سنين ووحداشر سنة بتألف قصة بتتكلم فيها عن البيئة بتاعتها والطبيعة اللي عاشت فيها وهي بجد قد إيه أثر فيها ما تم تقديمه من خدمات ثقافية وتبعوية خيني السنين اللي فاتي طبعا